عقد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في مستهل الاجتماع أكد مدبولي اهتمام الدولة بدعم صناعة الدواء في إطار الأولوية التي تمنحها للقطاع الصناعة مؤكدا اهتمام الحكومة بتوفير كافة الحوافز والدعم لصناعة الدواء كإحدى الصناعات الهمة التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية